حول الحج في زمن كورونا وما ترتب عليه من أحكام يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في حلقة اليوم فضيلة العلامة الشيخ الدكتور محمد الحسن أدده رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا ورئيس جامعة عبدالله بن ياسين بموريتانيا ورئيس مجلس الشورى بجمعية المستقبل للثقافة والتعليم بموريتانيا وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بداة كل عام محضرك بخير فضلة الشيخ وإياكم وكرمكم الله ووفقكم وإستددكم فضلة الشيخ محمد كيف ترى شعيرة الحج هذا العام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى أهم الدين أما بعد فإن الحج سابق على هذا الدين في أصله فإن الله أمر خليله إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج فأذن إبراهيم في الناس بالحج وقال إني بنيت لله بيتا فحجوه فمن لبى حج وقد أخبره الله أن الناس سيأتون إليه من كل فج عميق فقد قال سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أجام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فحج إبراهيم عليه السلام من الشام من بيت المقدس وحج أنبياء الله من بعده جميعا كما ذبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد حج موسى بن عمران وحج يونس من العراق وحج الأنبياء جميعا في حديث بن عباس إنه ما من نبي إلا وقد حج البيت واعتمر وقد جعله الله كما ذكرتم ركنا من أركان هذا الدين الخاتم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ودعا الله الناس جميعا إلى الحج فقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وهذا التعقيب في آخر الآية يدل على أن الحج ركن من أركان الإسلام وركن الماهية هو جانبها القوي الذي تتضرر بن عدامه ولذلك روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هؤلاء الأمصار من فيهم ممن استطاع الحج فلم يحج فليفرضو عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال من استطاع الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهديا أو نصرانيا فإن الله قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقد أنزل الله في الحج تمييزا له سورة من سور القرآن فليس في القرآن سورة تسمى باسم أي ركن من أركان الإسلام ما عدا سورة الحج وافتتحها الله بمشاهد القيامة لربط الحج بالقيامة فالحج فيه مشاهد يجتمع فيه الناس ويحشرون إلى هذه المشاعر وبهذا الزي الموحد والذكر فيذكرهم ذلك برحلة الدار الآخرة بأنه رحلة إلى الدار الآخرة كالحشر إلى الساهرة وافتتح الله سورة الحج بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد وربط الله الحج كذلك بالتوحيد فإنه في تشريعه دائما يكرر هذا التوحيد ففي أول ذلك يقول الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطحر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم قال ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الريس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأن ما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكن فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وبين الله سبحانه وتعالى ارتباط هذا الحج بالإيمان فقال إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه به الحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وقد حال المشركون بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن البيت في العام السادس من الهجرة في الحديبية وهو محرم ويسوق الهدية ومعه ألف وخمسمائة من الصحابة كلهم محرمون وقد أمره الله بالتحلل وعقد الصلح معهم وأنزل الله في ذلك لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وفي العام الذي بعد ذلك اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أولئك الصحابة في عمرة القضاء وكانت في ذي القعدة من العام السابع من الهجرة ثم بعد ذلك فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة في رمضان من العام الثامن من الهجرة ولم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك العام وإنما أقام الحج عتاب بن أسيد وهو أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة فلما كان العام التاسع أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بابك ليحجوا بالناس وأنزل الله سورة براءة فأرسل علي ليؤديها عنه في الموسم إلى الناس وفي العام العاشر حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وفيها إعلان المنابذة بين المسلمين والكفار وأن لا يحج بعد العام مشرك وأن الله أمهل المشركين أربعة أشهر وبعد ذلك لا يدخل مشرك مكة وجعلها الله للمسلمين كافة ودعا الناس إلى إقامة هذا الموسم كل عام وكما ذكرتم يجب ذلك على كل فرد مرة في العمر ولكنه واجب على الأمة على سبيل الكفاية كل عام في إقامة الموسم كل عام من شعائر الإسلام وفي تاريخ المسلمين كان الأولون الذين يؤلفون في التواريخ كخليفة بن خياط شيخ البخاري ألف كتابه التاريخ وكان يذكر في كل عام ثلاثة أحداث دائما من أقام الموسم للناس ومن قاد الشاتية ومن قاد الصائفة فهذه الأمور الثلاثة التي كان يركز عليها في تاريخه من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمانه هو واستمر الحج على ذلك يقع فيه بعض الأحداث يموت فيه بعض الناس يقع بعض الأوبئة في مكة وفي بعض المشاعر ولكن ذلك لم يمنع المسلمين من الحج ويتوكلون على الله سبحانه وتعالى ويحضرون ولما حصر ابن الزبيري رضي الله عنهما وضربت الكعبة بالمنجنيق واحترقت أدى ذلك إلى الحلولة بين عدد من الناس وبين الحج ومنهم محمد بن الحنفية وهو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وكان محرما فبقي محرما سنة كاملة لم يتحلل ولم يأخذ بالرخصة وإنما أخذ بالعزيمة ثم بعد ذلك أتى بحجته على وجهها ولما جاء القرامطة إلى مكة في وقت الموسم في سنة 317 من الهجرة قتلوا 30 ألفا من الحجاج في مكة ومنعوا الناس من الطواف بالبيت واقتلعوا الحجر وحملوه إلى الأحساء إلى منطقة القطيف وبقي عندهم 22 سنة حتى أخذ منهم في سنة 330 من الهجرة وقد حملوه من مكة إلى القطيف على عدد كبير من الإبل كلما حمل على بعير يموت تحته ولما أخذه منهم أهل السنة رجعوا به إلى مكة على بعير واحد هزيل فحمله من القطيف إلى مكة ولم يزل الحج يقام في كل عام وهو مذابة للناس مؤتمر عام للمسلمين يحضره قاصيهم ودانيهم وعربيهم وعجميهم وذكرهم وونذاهم وكبيرهم وصغيرهم تكفير لسيئاتهم وجمع لكلمتهم وتوحيد لصفوفهم وفيه كثير من المنافع التي ذكرها الله في كتابه وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم وقد صحى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيما ولدته أمه